روحنا صباح على بينا يلا بينا صباح الخير عليك يا دينا صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا بساند صباح الخير على كل المصيم في كل مكان النهاردة يعني هنطمنكم أكيد على حالة الجو خلوني دلوقتي خذكم نشايفين الخفات شوية في درجات الحرارة بالعكس نهاته الجو حر شوية الأسبوع ده هي تحر الدرجات بتعليك كل شوية اه رفير ارتفاع ملحوظ ودرجات الحرارة بس انتم فيه تغير في المكان يعني الصبح حر بالليل بتبقى فيه جو ربيعي معتدل زي ما بنقول خليد الوقت يخذكم كمان في جولة سريعة عن آخر أخبار الطقس والعملات وأسعار الذهب هبدأ معاكم من أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وهنبدأ من سعر دولار أمريكي وسعر البيع 18 جنيه 36 إرش وللشراء 18 جنيه 27 إرش اليورو 19 جنيه 14 إرش للبيع و19 جنيه 4 إرش للشراء الجنيه الاسترليني 22 جنيه 43 إرش للبيع 22 جنيه 31 إرش للشراء الفرانك سويسري 18 جنيه 41 إرش للبيع 18 جنيه 32 إرش للشراء اليوان الصيني 2 جنيه 70 إرش للبيع 2 جنيه 68 إرش للشراء ريال سعودي 4 جنيه 89 إرش للبيع 4 جنيه 87 إرش للشراء لينار كويتي 59 جنيه 99 إرش للبيع 59 جنيه 46 إرش للشراء واخيرا درهم الإماراتي 4 جنيه 99 إرش للبيع و 4 جنيه 97 إرش للشراء بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة عيار 18 سجل 956 جنيه عيار 21 سجل 1115 جنيه عيار 24 سجل 1274 جنيه واخيرا الجنيه الذهب سجل 8920 جنيه بالنسبة لحالة الطقس سأخذكم في جولة سريعا أحوال الطقس لأنها هيكون النهاردة الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و شمال الصعيد هيكون فيه نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة هنتبع أكيد مع حداكم التقس بالتفصيل بعد شوية لكن خلوني أرجع مرة تانية لأحمد بسانت علشان نكمل معكم فقرات صباح اليمصر شكرا لك يا دينا و نعرف منك تفاصيل أكثر أكيد